لتقيت بك في باريز منيش عارف الفين وواحد والله الفين واثنين كان عن طريق صدفة عن طريق صدفة تقني في ساندونيج تغطي اسمه اي تحميلها مع اسمه احمد طالب الإبراهيمي اللي راح صراحة راك مزيك تشفى هي مشفى لها طريط رابي هاي واسمه بو بو ستيس غير على راحة اسمه كنت في ذاك الوقت تتغطي في انتخابات منيش عارف تعشيرك وقيلها ايه تعشيرك مع جون ماري لوبين ايه في الدوزيام تور في الدوزيام تور لما فاز كانت الضربة القاسية لما تفازه سقط واسمه جوزبان هذك في السوشياليست خسر وطلع لوبين هو الدوزيام وانفجرت فرنسا بعثرت وكذا ودار الخطاب الشهير تاعه شاك سيرات وكذا وفاز بثمانيين في المياه في الدور الثاني وانا رحت للمكتب تاع الجبهة الوطنية رحت قابلت لوبين وكانت في ذاك الوقت السينيقال غلبوا لفرنس وزيدان ملعبش كانت لك كوبديمون في الكوري ولا في جابون المهم كانت بلما دخلنا المهم كانت هذه بنتو اللي راه يزعي كانت قاتلي التوش من قناة قلتلي احنا قاما في MBC عارب جايين من دبي من لندن وكذا قاتلي اوكي نعطيكم الانتيرفيو بسع ما تكفرش عندك في كالك مينيوك بارك فا ايات فاتش اتلما انا دخلت سألتو اول سؤال انا سألتو جوا ماري لبين قلتو سان زيدان لبلو سان ريان اپراما مسيو لبين فالصحافة الفرنسية سؤال احنا نتكلمو على انتخابات وصياسة ويتكلمو على قلتلي مينو زيدان سيتان فرنسي زيدان سيتان سيتان سيتوين فرنسي يعني كان مكان ولا شي يهاجم في هذك فجأة زيدان جزائي فرنسي وبعدين بداي يتكلم على لفلان وبداي يتكلم على المهمة اسألتو عدة اسئلة على الجالية على الانتخابات تاعة التوجهات قال لي نا انا جاي جاي عندي هنا داخل الحزب انتاعي ناس من شمال افريقيا من افريقيا هام هنا تكلم معاهم الجبهة الوطنية ليست جبهة عنصرية وكذا يعني اشياء لما تدخل الحزب انتاعهم المقر انتاعهم اول صورة عاملينها واش هي عاملين صور تاع على اساس انه هذه جبهة التحرير الوطني في حرب في ثورة التحرير كيف تعاملت مع الحركة ومع الخوانة ويبيل لك صور ما تقدر تصفها وحاطة هكذا على المدخل الكريم ديوة فلان كونتر لزال جيريان ويقول الفرنسيين ما داروش الكريم كما دارتوا لفلان يعني حبي بشوه السمعة تعجبت التحرير الوطني لكن حاطة بعض الصور هكذا